السلام عليكم مشاهدين قناة عين الوثائقية الكرام منذ 66 مليون عام وخلال العصر التبشيري التي سيطرت عليه الدينصورات سيطرة كاملة قد اخترق المجال الجوي للأرض كويكب ضخم بقطر 12 كم وهو ما يعادل حجم جبل إفرس منطلقا بسرعة هائلة تقدر بعشر إلى ثلاثون كم في الثانية الواحدة ليتحول ذلك الكويكب إلى كرة من النار تصل حرارتها إلى حرارة سطح الشمس وذلك نتيجة احتكاكه الشديد بالغلاف الجوي للأرض وفي خلال ثوان معدودة يصطدم الكويكب بسطح الأرض تاركا ما يعرف الآن بخليج المكسيك وهذا الاستضام قد انقرض على إثره 75% من جميع أشكال الحياة على الأرض بعد أن احترقوا جميعا وتبخروا أحياء فلك أن تتخيل أن الطاقة الناتجة عن ذلك الاستضام تعادل عشر بليون مرة الطاقة الناتجة عن قنبلتة هيروشيما وناجازاكي لدرجة أن الدينصورات والتي تزن مئات بل ألاف الكيلو جرامات قد تطايرت في الهواء مثل البلونات كذلك تناثر ما يزيد عن خمس عشر تريليون طنا من الصخور إلى السماء والتي قد يصل حجم بعضها إلى حجم مبنى أو منزل لتعاود السقوط ثانية بفعل الجاذبية وكأن السماء تمطر أحجارا من نار على رؤوس من بقي حيا بعد الاستضام لتبقى الأرض كالبيت الذي هجره أهله يكتنفه الظلام الدامس لمدة عامين كاملين نتيجة صحوب الرماد والسخام المنتشرة في الغلاف الجوي وبذلك تكون نهاية الدينصورات أن أصبحت مجرد حفريات مدفونة بصخور الأرض الأرض نفسها الذي تلوث مائها نتيجة الأمطار الحمضية أو ما يعرف بالشتاء النووي وتغيرت معالمها وجغرافياتها عن ما كانت قبل ذلك الاستضام وهنا تكون قد انتهت حلقتنا أستودعكم عناية الرحمة والسلام عليكم